أهلا من جديد في اليوم الثاني والأخير اجتمع اليوم قادة مجموعة العشرين في قمتهم في ريو دو جنيرو في البرازيل وهي قمة طبعا تغط عليها مواضيع عدة مثل المناخ الحق في أوكرانيا والشرق الأوسط وطبعا خيم عليها كمان عودة ترامب للبيت الأبيض وحقيقة من أول يوم يعني والكلام كان عن حضور باهة لبايدن في القمة وكلام كثير عن ترامب وإدارته والحضور الباهة هذا حقيقة يعني ختم بوصول بايدن متأخر للصورة الجماعية وعدم ظهوره فيها موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا فيك وفي كل مشاعدي تفاعلكم أكيد أنت تحتاج ترجمة الكلام اللي قلت أدى أولاً وتاني شي بغارف إحنا بعثناك يومين بعثناك يومين نجعت بلغة جديدة إيش صار فيك صراحة صارة من عاشر البرازيليين 48 ساعة تعلم منهم أنا تعلمت منهم يعني على الأقل هذه الأشياء الأساسية البسيطة حتى تتعامل مع الناس في الشارع تتعامل مع الناس في التاكسي إيش ترجمة اللي قلتو؟ لأنه استخدامهم لي طبعاً أول شي أنا قلت لك أنا نايف من المملكة العربية السعودية وقلت لك يعني معناتها كيف الحال كم وفايفوسي اللي هو مساء الخير كيف الحال مع بعض العربية طبعاً معنات أن العربية هي الأفضل وهي الأفضل دائماً وأنت يسارة نقول لك فوسي ميلو أنت الأفضل الله يخليك تسلم لي أكيد بعد طبعاً القمة القمة يسارة فيها كواليس صراحة كثيرة كان فيها زخم كبير بحضور الرؤساء بحضور القادة أكثر من 83 قائد ورئيس وممثل للدول وللمنظمات حضروا لهذا القمة أنت تعرف أن فيه أكثر من 18 دولة وجهت إليهم الدعوات للمشاركة بالإضافة للكثير من المؤسسات الدولية الفاعلة المهمة نايف أحكيلي على الجدل الذي صار على بايدن أيها هذه مسألة أساسية ومهمة وكل الحديث كان عليها هي مسألة جو بايدن حضورة لهذه القمة يمكن أول مشهد هو مشهد نزول بايدن من السيارة لم يذهب إلى الرئيس لولا داسيل فمثل بقية الرؤساء يعني ما كان النزول أو الصعود إلى الرئيس لولا داسيل فتقليدي مثل البقية لا نزل من السيارة من هذا المكان تحديدا خلفي استقل مصعد كهربائي وصل بطريق قصير جدا إلى الرئيس البرازيلي حتى في الصورة التذكارية مع الرئيس يعني كان هناك تصرفات يعني الكثير هنا باستغربها وعلق عليها أنه ماذا يفعل بايدن حاول الرئيس طبعا لولا داسيل فإنه يأخذ إلى الصورة لكن بدأ يشرح على الخلفية اللي خلفهم دخل طبعا للقمة بعد ما انتهى لولا داسيل فم الكلمة الافتتاحية أتت كلمة بايدن انقطعت طبعا الصورة ما كان فيه بث مباشر وبعد ذلك أتت أيضا قصة ثانية وقصة التقاط الصورة الجماعية للرؤساء وممثلات دول طبعا ما كان موجود فيها بايدن وفجأة بعد ما انتهى ووصل بايدن إلى المكان كان الجميع طبعا قد غادر ما رجأ أحد ولم يتم التقاط صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كل الرؤساء الموجودين كان هذه سابقة طبعا تاريخية وللعلم بايدن هو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يزور غابات الأمازون أي هنا بهذه المدينة الجميلة ريوتا جينيرو صحيح فعلا هو كان الحديث كتير الناس تكلمت عنه بس انت نايف بما انك كده ما شاء الله طلعت بكم كلمة والأشياء دي وبتقول ان المدينة جميلة انت كيف كانت مشاهداتك للمكان صراحة مدينة ساحرة بكل ما تاني الكلمة فأنا فعلا محظوظ بهذه الفرصة أولا لأنه حدث مهم جدا على مستوى العالم حتى بالنسبة للصحفيين هو حدث محفز يعني أنا أول يوم صحيحة الساعة 2 ونصف الفجر تقريبا وجيت للمكان يمكن كنا أول ناس وصلنا للمكان حتى نحجز يعني مكان حضور كبير واسع من وسائل الإعلام فلازم تجي بدري للمكان المدينة رائعة جميلة يكفي يسارا أنها تقريبا أول عاصمة أوروبية خارج أوروبا في التاريخ كانت عاصمة للبرتغال مملكة البرتغال والبرازيل مدة 8 سنوات تقريبا من 1815 حتى 1821 كانت عاصمة للبرازيل حتى 1960 وتغيرت يسمونها مدينة الجبال تخيل يسمونها مدينة الجبال وفيها أكبر ميناء للتصدير والاستيراد في البرازيل مدينة لريادة الأعمال تعتبر الأفضل في العالم تقريبا الستارتاب بيزنس أو ريادة الأعمال ساحرة في كل شيء سارى في طبيعتها في الناس الموجودين فيها في الشعب البسيط المحتفي فيه بس المشوار طويل يناير أتحجأت أنهم يعرفوا عن المملكة العربية السعودية بطريقة يعني مش مش طبيعية آه أوكي يعني عندهم اطلاع بتحكي أنهم يعرفوا المملكة بشكل كبير يعني آه لقيت أنا تجلس تتكلم مع ناس برازيلية يعني صرتوا تاخدوا من بعض تشوفوا يعني خبرات بعض يعني أو اشتري طبعا أنا صرت أتكلم برتغالي حلو وأبدين وإش لقيت طبعا طبعا يعرفوا المملكة العربية السعودية يعرفوا أنها فازت على الأرجنتين في كاس العالم يعرفوا أنه لا 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 أول شيء لاحظة لا تستغل الوضع لا تستغل الوضع لا لا تستغل الوضع أيوة أنت حين أخذتني في الكلام أو أن الهلال لا 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 فأكيد يعرفوا وين يروح وين يلعب يا السلام بس ما تقول للهلال بعد الأول شيء موضوع فوزنا على الأرجنتين أي هذا يعني أكيد هم لازم ينبسطوا فيها لا وفوزنا ومسي كان فيه كمان بس بعد أن تمرر لي أنه يعرفوا الهلال لا يعرفوا الهلال لأنه الهلال أصلا معروف له من قبل ما يجي نيمار لأنه الهلال فاز على فلمينغو وفريق كبير في البرازيل هنا قبل ما يجي نيمار وصعد إلى نهاي كاس العالم ضد مدريد فهم يعرفوا قبل ما يجي نيمار ما يعرفوا النصر على فالكريستيان ورونالدو مثلا مجال سجلنا عليهم لا طبعا أكيد لا 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 أكيد أنا قلت لك من شوي يعرفوا النصر لأنه كريستيان ورونالدو يلعب فيه الاتحاد كريم بن زيمة في أحد واحد منهم أيضا ما حد حكالي عن هذا الموضوع بس أكيد يعرفوا الدور السعود يعرفوا الاتحاد طالما أنهم يشوفوا الدوري يعني بشكل بشكل كامل يحبون كرة القدم طبعا وهم أصل كرة القدم أصلا فبالتالي أكيد يعرفوا عن هذه الأندية كلها الكبيرة يعني في المملكة وصار عندهم اطلاع يمكن أوسع طب نايف يعني أنت واضح أنك حبيت المكان حبيت الناس ويعني واضح أنت يعني فعلا أعجب بالمكان الرحلة كانت مرة طويلة يا نايف ترجع تعملها تاني؟ أرجع أسويها مرة ثانية بس أكيد يعني أرجع لها سياحة هي من المملكة تقريبا لازم يكون في طبعا وقفة في إحدى الدول الأوروبية ومن هناك تقريبا نحكي على 14 ساعة أو 13 ساعة فالتوتل تقريبا يطلع 17 18 ساعة لكن المكان فعلا يستاهل المكان جميل الناس طيبة الشعب رائع طبيعة المكان التضاريس كأنها لوحة خاصمها فنان يعني فنان مش فنان عقري تحتاج وقت فيها الجدال فيها الموية البحر بس مع المشوار تحتاج تخصص وقت إجازة طويلة وتعمل بجت كمان لأن التذكرة والأشياء هذه تعرف أكيد أكيد غالية أكيد مش بسيطة أبدا لأنها بعيدة جدا عالم آخر عالم آخر تمام يعني تتكلم على جنوب العالم تقريبا يسارة وإحنا في الجنوب الشرقي طبعا للبرازيل في هذه المدينة فهي بعيدة أكيد كثير حتى أوروبا اللي أنت يعني ربما يكون فيها محطة توقف للطائرات صراحة مدينة يعني قريبة بس تستاهل الزيارة تستاهل أنه جيها أنا محبوظة أني جيت للعمل الصحفي صراحة فيها تغطية قمة مهمة مثل قمة العشرين كان فيها زخم كبير جدا 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 يسارة والحب لله يعني أنه كانت دائما تغطية العربية تواكف هذه القمم الأحداث العالمية الأساسية لا يعطيك العافية نايف لا أنت نشاء الله يعني على الأيام الماضية يعني كنت أنت متسيد الشاشة يعني في الظهور بالحديث عن الجي توينتي طبعا كان عندك يعني كثير بالعكس من بعدكم وأقلكم يا سارة نعم ما سمعت لا أقول أنا يعني من بعدكم وأنا أقلكم طبع العربية هذه دائما متسيدة إيوه إحنا صحفيين يعني هذه زبط الأمور فيها عشان المدير طيب نايف لا أنت كنت منور الشاشة ويعطيك العافية بشكرك جدا على هذه المداخلة كان معنا من ريو دي جانيرو مفد العربية أبريكادو سارة إيه أوكي شكرا شكرا